كلما طالت سنون الحرب في اليمن طالت معها قائمة الأوبئة ما بين الكوليرا والدفتيريا وحم الظنك وأخيرا إنفلونزا الخنازير يتنقل اليمنيون بلا دواء ولا إغاثات دولية مأساة واحدة تتعدد وتتغير فصولها كل مرة فيما يقف صانع هذه المأساة لا يفعل شيئا غير مصادرة اللقاحات التي تقدمها بعض الجهات تقول الإحصائية الأخيرة التي نشرها مسؤول ميليشيا الحوثي إن عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية وإنفلونزا الخنازير تجاوز الألف وستمائة حالة اشتباه فيما تجاوز عدد الوفية تجراءها العشرات توزع ضحاياها على صنعاء وتعزو مدن أخرى ويلقي متابعنا للشأن اليمني بالمسؤولية على حكومة الانقلاب بالتكتمع للأرقام الحقيقية والتقليل من خطورة الوضع الصحي مؤكدين بأن الأرقام الفعلية لعدد الإصابات تجاوز ما يتم تداوله وأمام ارتفاع عدد الحالات المصابة والمشتبه بها تكتب المستشفيات الحكومية في صنعاء بالمرضى حيث لم يعد تحت سقو فيها أسرة شاغرة لاستقبال حالات أخرى فيما تغلق المستشفيات الخاصة أبوابها أمام استقبال هذه الحالات لعدم توفر اللقاحات اللازمة وإن توفرت فإنها تباع بمبالغ مرتفعة وفيما يموت المواطنون بالعشرات يوميا تواجه السلطات الصحية التابعة لميليشي الحوثي في صلعاء الأمر بالصمت والإهمال وكأنه لا يعنيها من أمر اليمنيس والجبايات التي تبتكر كل يوم طريقة جديدة لانتزاعها من جوبهم المنظمات الأممية التي تظل طوال العام تتحدث عن احتياجاتها المالية في اللحظات التي يحتاجها اليمنيون تصبح خارج الخدمة أو غير قادرة على فعل شيء لأجلهم ويبدأ الحديث مجددا عن نقص التمويل وبين إهمال الميليشيا وعدم فاعلية المنظمات الأممية يقف المواطنون في انتظار نهاية لهذه الدورة من الأوبئة التي لا تكاد تنتهي إلا لتبدأ من جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر